عام آخر ينقضي وثالث يشك أن يحل ولا تزال اليمن في مهب الصراع معركة مصيرية تفوذها الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية بينما يصر الطرف المنقلب على تشبث بخيار التمرد يسدل العام 2016 ستاره على أحداث صعبة وحده الشعب اليمني دفع ثمنها ولا يزال من أمنه ومعيشته ومستقبله أيضا على الصعيد العسكري يزداد الجيش الوطني فتوة وقوة ويكبر بفعل الإقبال المستمر لشباب المشروع الجمهوري وأصبح أقوى بدمج المقاومة الشعبية إلى قوامه العسكري تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية القائد اللعلى للقوات المسلحة تجنبا للملشنة وحتى لا يبقى السلاح خارج إطار الدولة بات الجيش الوطني اليوم على مرمى حجر من مطار صنعاء بعد تشين معركة التحرير انطلاقا من نهم أكبر مديريات محافظة صنعاء في أغسطس الماضي بعدها بأيام أنجز الجيش الوطني تحرير محافظة الجوف رابع أكبر المحافظات مساحة بينما لم يبقى من محافظة مأرب إلا الأطراف الجنوبية من صرواح في شمال الغربي يحافظ الجيش الوطني على مكتسباته العسكرية بتقدم طفيف في ميدي وحرض بانتظار الدعم اللازم للتقدم نحو تهامة التي تعتبر ثاني أهم معاقل الميليشيا وأهم مواردها وفي تعز شهد العام 2016 معارك كر وفر بين المقاومة والميليشيا الانقلابية بلغت أوجها في سبتمبر الماضي بنجاح المقاومة بإسناد من طيران التحالف في كسر الحصار وتحرير أغلب أحياء المدينة عدى الحوبان وبعض الجحملية فيما لا تزال المواجهات مستمرة في بعض مديريات الريف كالصل وصبر ومقبنة وحيفان بالتوازي يخوض الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية في شبوة حربا ضروسا لتحرير آخر معاقل الميليشيا في بيحان وعسيلان اللتان تعتبران أهم خطوط الإمداد لتهريب السلاح للميليشيا في صنعاء وفي جارتها البيضاء تراوح المعركة بين المقاومة الشعبية وبين الميليشيا رغم شح الدعم وقلة الإمكانات ولا يزال الصمود هو العنوان لأبطال الجمهورية فيها في اتجاه آخر لا تزال المعارك مستمرة لدحر الميليشيا في يعيس ومريس وبعض قرى قعطبا في محافظة الضالع وهو ما عليه الحال أيضا في المناطق الشمالية من محافظة لاحش في كريش والشريجة عموما يبقى منسوب التفاؤل مرتفعا مع كل تقدم يحرزه الجيش الوطني في أي من الجبهات وتنتظر جماهير الشعب ساعة الصفر لمعركة تحرير العاصمة التي بات الجيش على مشارفها